في النظر عنها مباراة جماهيرية أو مباراة صعبة طبعاً أنت بتواجه يمكن واحدة من أجمد الفرق في الدولي المصري لكن لها أهداف كتيرة جداً تتخطب كتير جداً المنافسة على البطول المحلية وتتخطب كتير كمان التلاتة بونت يعني آه طبعاً الأهل يبحث عن الصدارة والأهل يبحث أن يوسع الفرق بينه وبنقرة المنافسية بيرامد زو الزمالك على التوالي وبيبحث عن تقديم عرض مقنع لجماهيره لكن الأهم كمان أنه تبقى جاهز جداً لأنه ما فيش وقت أنت هتركب الطيارة بعد المباراة تخلص على طولها عشان تسافر جنوب أفريقيا لمواجهة هتكون في منتهى الصعوبة وهي مواجهة سانداونز مستنيين كتير في مباراة بكرة خلينا نتكلم أكتر ونعرف تفاصيل ونعرف وجهة نظر ضفنا النهد ونجمينا في السادسة كابتن دياء عبدالصمت بسأخير كابتن دياء نور الدنيا قبل ما نروح بس البيرامدز عدي سريعاً على مطش المريخ والحمد لله طبعاً قدرنا نعدي من مباراة صعبة ومن فخ وكمين كان منصوب لنا وعيشنا أنا شخصياً عيشت دقيقة مش لطيفة خالص بعد ما المريخ سجل هدف التاني لكن قدرت الرجالة ترجع وقدرت السلية الحقيقة بمجهود فردي يحسن من المباراة لصالحنا لكن بالتأكيد لفت نظرك حاجات في المباراة دي علينا أن احنا نتفادها في المواجهتين اللي جايين سواء بيرامدز بكرة أو السبت إن شاء الله في مواجهة سانداون بوسي أحمد مش في كل مرة بتسلم انجار جيبنا هدفين وهدف نقول هدف ثقة في الأولاني أدك ثقة أول ثلاث دقايق جايب جول وبدأت تشتغل وربنا قربه بالجول التاني نحن كله بقى اللي نهاردة حفلة بقى سبعة تمانية بقى معلم وخلصة وخلاص على كده كل الناس قالت كده ده طبيعي ده طبيعي وده للأسف أنا في كل لقاءاتي بقول اللعيب المصري أنا كنت لعيب مصري ومرانت لعيبة مصرية دي 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 قافة ولازم تتعالج بتحس اللعيب يحس إن المطش انتهى أو المباراة خلصت بدري هي كده هي كده هي كده بأي حال وفي أي حال بالأحوال لازم نحط حاجة في دماغنا الناد الأهلي مختلف زي ما قلت قبل كده وممكن اللقاء اللي كنت معك فيه قبلها أحمد قلت لك الناد الأهلي بلعب بطولة واثنين وثلاثة واربعة مش عايز أعلق على شماعة الإجهاد أنا معك مليار في المية أنا ما بقى في الإجهاد هكلمك